من القاهرة إلى روما تحرك دبلوماسي عراقي يعمل وفق استراتيجية تغليب المصالح الوطنية سياسة تنتهج خلق تنمية مستدامة واستقرار سياسي ثابت في المنطقة أبعاد هذه الزيارات في ملفها السياسي والاقتصادي سينعاكس في توثيق العلاقات الثنائية على مستوى الإعمار والاستثمار والتعاون الدبلوماسي التوجه للنهوض بالعلاقة مع مصر إلى علاقة منتجة هذا مهم جدا إضافة إلى هذا قرارات قمة جدة قرارات قمة جدة كانت بها الاتجاه اتجاه لمشم العربي وتقوية العلاقات وحتى العراق طرح مشروع تحالف اقتصادي لمنطقة العربية طرح هذا المشروع في قمة جدة على الجامعة العربية لذلك الزيارة من هذه الأبواب كلها ومن شعار ضمني أنه دع المصالح تتشابك البرنامج الحكومي وضمن فقراته يعمل على تعزيز الدبلوماسية العراقية مع بلدان العالم وفق سياسة دولية واضحة المعالم البرنامج الخارجي هو تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار ودول العالم بحيث تنعكس إجابين عن الداخل العراقي يعني اقتنعت جميع الدول أن استقرار العراق هو اعتبر استقرار المنطقة وبالتالي كان نشاط السيد رئيس الجمهورية وحضرهم في المحافظة الدولية وكذلك السيد رئيس الوزراء في محاولة لاستقرار المنطقة وبالتالي نزع فتيل حتى الأزمات المتتالية الموجودة بين الدول وهو عامل طبعا جذب وحتى الاستثمارات وعامل قوة للعراق في وضعه الحالي سياسة الحياد والوسطية مكنت العراق من لعب دور مهم في التقليد من التوترات في المنطقة من جهة ومن جهة أخرى عملت على إيجاد تفاهمات عالية المستوى مع بلدان العالم وفي شتى مجالات العلاقات الدولية أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد